موسيقى زيارة مقتصرة على مواقع ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث من دون أن تشمل زيارتها المناطق التي استعادتها قوات الشرعية اليمنية موقف أثار شكوك الحكومة اليمنية حول فاعلية الخطة التي يسوق لها جريفث كأرضية لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة وخصوصا بعد عرضه على الحوثيين تسليم إدارة ميناء الحديدة فقط للأمم المتحدة من دون التطرق إلى انسحاب الميليشيات الإنقلابية من المدينة بشكل كامل أوساط يمنية في الحكومة تهمت جريفث بتقديم تنازلات غير مبررة للميليشيات الحوثية والخروج عن محددات مهمته كوسيط دولي يستمد مواقفه من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وليس من مبادرات تتناقض مع تلك القرارات من جهتها كشفت مصادر دبلوماسية عن تمحور خطة جريفث حول تفكيك منظومة الحرب في حال نجحت خطته لنزع فتيل المواجهات في الحديدة وتطبيع الأوضاع في المدينة تحت إشراف المنظمة الدولية موقف الحكومة اليمنية من خطة جريفث عبرت عنه تصريحات وزير الإعلام معمر الأرياني الذي أكد أن الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي صيغة لإدارة الميناء لا تضمن عودتها إلى السلطة الشرعية وذات الأمر ينطبق على بقاء ميليشي الحوثي في المدينة مراقبون خفضوا سقف التوقعات من نجاح خطة جريفث بسبب عدة عقبات أبرزها الصعوبة في تنفيذ أي خطة يتم إقرارها لفصل القوات على الأرض بسبب نقض ميليشي الحوثي أكثر من مرة تعهدات التهدئة ومقابل ذلك رفض الحكومة اليمنية تسليم أي منطقة لطرف ثالث ورغم تعقيدات الملف اليمني يبدأ جريفث تفاؤله في إنجاح مهمته والخروج بحلول إيجابية في المفاوضات المزمعي عقدها في السويد بداية الشهر المقبل إلا أن الحكومة لا تستبعد فشلها على غرار سابقتها في جينيف بسبب إصرار الحوثيين على مواقفهم المناقضة لمبدأ الحوار الوطني بحسب منظور الحكومة الشرعية